الحديث في موعظة علوية فقد روى الأصبغ ابن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء الراوي والناقل لكلام ربنا هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله والموصي هو الله جل جلاله والموصى له هو كليمه النبي موسى وهو أحد أنبياء أولي العزم وهم سادات الأنبياء فالوصية لها شأنها هي أربعة أمور قال أولهن ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك أنا لي عيوب والآخرون لهم عيوب إذا اشتغلت بعيوبهم سلا أركز على عيوب الذي يصلحني عيوبهم أم عيوب يعني اصلاح عيوب الآخرين لا عيوب أنا يوم القيامة سآتي ربي فرد سيكلمني ويحاسبني عن عيوب عن أخطائي فالإنسان الذي يريد الكمال عليه أن يبحث عن النقص فيزيله ونقص الذي هو ضد كمالي هو نقصي وليس نقص الآخرين واحد يقول يعني خلاص ما أنا أمر من معروف ما ننهى عن المنكر ليست الوصية في هذا الاتجاه الوصية لا تقول أنك عليك أن لا تنصح أخاك ولا تأمر بمعروف أبدا ليست في هذا الجانب إنما هي فيما هو موجود عند بعضنا أنه لا يحاسب نفسه لا يقبل النصيحة لا يطور من نفسه لكنه حاضر في عيوب الآخرين أستاد في عيوب الآخرين حتى العيوب التي موجودة فيه تشاكلها ما يلتفت لها بس غيري هذا أناني وأنت أنا إيه أنت أناني واحد ثلاثة لا أنا مؤناني أنت التفت إلى قصص من تاريخك ذكرناها لك ما ما يلتفت لنفسه فإذن أول شيء الإنسان يقول أنا مطلوب مني أن أرتقي في هذه الدنيا وبالتالي طريق الارتقاء لا يكون إلا بالتخلص من النقوص والعيوب ولا يكون إلا بالالتفاة إلى عيوب النفس فمطلوب مني أن أخاسب نفسي ومطلوب مني أن أستمع لمن ينصحني في عيوب نفسي لكي أتخلص منها هذا الأول قال والثانية وصية الثانية لله لموسى ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك أنت الآن عندك هم المستقبل لماذا تخاف هل أن الذي يعطيك من ماله ويرزقك كلما رزق نقصت خزائنه فأنت خايف المدخول المدخور ينتهي يقولون الحجاج قال كلمة وهي أن الله كلفنا بالعبادة وتكفل برزقنا فتركنا ما كفلنا به وهو العبادة وذهبنا خلف ما كفل إلينا يقول يا ليت الله عكس يا ليت الله قال لا تعبدونه ورزقه يقولون حكمة صدرت من المنافقة فإحنا اليوم اليومي الرزق عدنا سوء ظن بالله بس عليك تجرب تاريخك مع الله منذ كنت يعني الآن الجنين في بطن أمه يختار من جسد أمه كل ما يحتاج لا يرده نقص النقص يرد الأم الله بحكمته خل الجنين يأخذ كل حاجة لأنه ما عنده لسان ولا يقدر يدبر روحه لكن الأم تشعر بالتعب بالنقص بالشيء تروح تراجع طبيب تأكل مقويات شيء فهو يأخذ كل ما يريد ثم بعد أن تلئده وتضعه يتحول دمها إلى لبن يتناسب مع عمره ما عنده أسنان هذا اللبن يغديه كل ما يحتاج فيه كل المقاومات اللي يحتاجها في الشهر الأولى تطلع ليه أسنان يسخر قلب الأم قائمة وطاحن ليه تفاحة وهم سويا ليه غدا وهم سويا ليه كلا وماتي هنا إلا إذا أكل جربت رب العالمين أحين يوصر عن القوة جاء دور إن ساءت الظن بالله فالإسلام لا يريد منا أن نغتم بالرزق وقد تكفله الله والثانية ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك جاءك ساعة ما يعطيني الله الله مو محتاج يمنعك إذا وجد مصلحة في منعك منعك الآن الطبيب الذي يمنعك من أكلة تحبها هو مصلحة لك أو لا الله أيضا مداكثة على بلك اليوم يجي للنبي يا رسول الله دعوه الله إذا يرزقني يقول لي قليل تؤدي شكرا خير من كثير تكفروه ما أرضي يوم دعوه له ويصار فأعقبه الله نفاق إلى يوم يلقى صار منافق صار من بيدفع الزكاة فالله يعطي ويمنع لحكمه هذا الأمر الثاني الأمر الثالث قال والثالث ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري الرجاء مو بس باللسان حتى بالأفعال شي المرائي ليش رائي المرائي رائي طمعا في المتر والثناء والوجاه وهذا يساعد هذا يعطي يقول مؤمنك فإحنا لو كنا ما نرجو غير الله سنعمل لوجه الله فقط لأن غيره لا يضر أن ينفع بعدنا أتعب روحه يتملق لي ليش لا يضر أن ينفع هذه عندنا مشكلة رواية تقول اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها اعمل لوجه الله يكفيك الناس كلها كلهم الناس جند الله ليه الله يقلب أمرهم فإذا أنت يا الله بعد ما يخيفك شيء هذه مشكلة لقم ثلاثة أن نحن نرجو غير الله نتعلق بالأسباب وننسى مسبب الأسباب الأمر الرابع والأخير قال والرابعة ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكرا نحن عندنا عدو هذا العدو الله قال عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو هل الشيطان يشتغل أول ليل نهار آخر ليل متى يشتغل هو عدو البالغ له عدو الإنسان عدو الإنسان فهو لا يريد خير ليل من البداية لكن مو واحد يقول الحن الصليل الشيطان نايم لا مو نايم فإذا العدو ما يموت الآن بيموت في اليوم الموعود مثل يوم ما بيموت موجود وما ينام ولا يغفل عنه ويترصد لك وجدت إنسانا له عدو يترصد ينام أو تكون عنه متيقظة نحن مطلوب منه أن نعيش مع الشيطان ليس فقط عدو بل عدو مترصد في كل اللحظات ما نغفل عنه وعلينا أن نتعرف هذا العدو كيف يصطادنا عندنا في الروايات النساء يعني غريزة جنسية مصائل الشيطان الغضب المال أمور عديدة الشيطان يلوي عنقنا منها علمتنا النصوص مصائدة علمتنا كيف نتخلص من تأثيره علمتنا كيف نخلي تأثيره ضعيف ما يأثر كل موجود شفت واحد عنده عدو يعلمون عن عدوه وعن خططه كاملة وعن حية ليه وطريقة التخلص وما ينتصر في المعركة إلا أحمق الشيطان هذا عدو مكائدة وطرقها مذكورة في الروايات والآيات كيف تتخلص منها مذكور والخطبات والطلبة ويتكلمونها الروايات اللي يريد يخوض المعركة وينتصر فيها كل شيء يسمع عن طريقة الشيطان مصائل الشيطان كيف تتخلص من الشيطان يكون عندنا على طول مفعال لأن هذا العدو لا يغفر هذه وصايا أربع أوصل الله بها موسى وقد أوصلها إلينا من يحب الخير لنا وهو أمير المؤمنين علينا أن نضعها أمام أعيننا أعيننا وأن نستفيد منها لكي نربح أولا لا ننشغل إلا بعيوبنا ثانيا نثق بربنا في عطائه ورزقه ثالثا لا مؤثرة في الوجود إلا الله ولا ضار ولا نافع إلا الله فلا عمل إلا لوجهه ورابعا أن نعيش مع الشيطان العداوة وأن نعيش معه المعركة وأن نمارس الأساليب التي تؤدي إلى بطلان كل مكائد أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين أستغفر الله على محمد أستغفر الله شكرا